اشتركوا في القناة ويتبرع لوالدته التي تعاني من تلف كبد في مراحل متقدمة عملية الزرع أجريت لأول مرة في المغرب تكللت نجاحا ضيفنا البروفيسور أمين بن قبو أستاذ في جراحة الكبد بالمعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط وكالة بيت مال القدس تنفت على الأشخاص في وضعية إعاقة خطوة تكمل بها الوكالة حلقات دعم جميع المقدسيين في مختلف مناحي الحياة وضمن ملفات النشرة فرصة تتوجه لعشرة ألاف شخص من حامل أفكار مشاريع آليات الاستفادة من قرد الشرف مع ضيفة الملف سلمة الحريشية مديرة برنامج فرصة أهلا بكم بجرادة حطت حملات الطبية للقرب تنظمها مؤسسة محمد خامس للتضامن مهمة طبية لخمسة أيام والانطلاقة أعطيت اليوم حيث شرع الأطباء في إجراء تدخلات جراحية للمياه الزرقاء لفائدة 250 مستفيدا عبد الحميد المرابط يونس ناصري من جرادة مؤسسة محمد الخامس للتضامن تأخذ بأيدي الفقراء والمعوزين من ساكينة جرادة من أجل الولوج إلى العلاج راسمة بذلك تفاصيل صورة مشرقة من صور التكافل والتأزر في هذا الشهر المبارك جئت من أنزف جرادة وفوتنا نحن نفوت على العيني ونفوت على الظهر لا ينصر سيدنا لا يخليه لنا أنا كان عيني مسكور كان عيني ملك لويك هذه سنين وأنا كان دوي من هذا الشيء هذا ودبا ما ينجد هالقفلة تعسيدنا لا ينصره راني يجد هنا يثني نشوف والناس لكعالف الحمد لله هذا من جهة شي كما هك الحمد لله قاعد يدوا وقاعد إن شاء الله يكون خير غيث هذه القفلة الطبية يجمع بين الفحوصات العامة والمتخصصة والتدخلات الجراحية مع تعبئة موارد طبية وبشرية مهمة لتوفر العلاج للسكنة المعوزة التي تعاني نقصا في الولوج إلى الخدمات الصحية المتوخة من هذه القفلة هي تقديم خدمات في 13 تخصص سيقوم بإنجازه طبعا ما يفوق 120 طبيبا متخصصا وكذلك من أطقم شبه طبية تخفيف معاناة مرضى السيريكوزا والانسداد الرئوي المزمن بهذه المدينة المنجمية هدف رئيس أيضا لهذه القافلة الطبية انطلقت من تانتان واليوم تحط بجرادا هي حملة طبية للقرب دأبت على تنظيمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ 2003 أكثر من مليون مستفيد من الحملات الطبية للقرب والبقية مع كيرحمة الحناوي الحملة التي انطلقت اليوم تستهدف في شقها الخاص بالعمليات الجراحية للمياه الزرقاء 250 شخصا من أبناء إقليم جرادا مبادرة ذات بعد إنسانيا يتكلف بها 12 جرحا هم من بين أكثر من 100 طبيب منخرطا في الحملة الطبية للقرب بجرادا يؤمنون كذلك فحوصات عامة ومتخصصة الطقم الصحي الذي سيخصص جزءا من مهمته لفحص الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية ولتركيب الأطراف الإصطناعية يضم أيضا 30 ممرضا وتقنيا وثمان مساعدات اجتماعيات موارد بشرية سخرت لها وسائل تقنية من أجل إنجاز مختلف التدخلات فإلى جانب غرف العمليات بالمستشفى الإقليمي بجرادا والوحدات الثلاثة التي خصصتها المدير الجهوية للصحة للطب وجراحة العيون وأمراض النساء والتصوير الإشعاعي للثلية تم توفير وحدات متنقلة أربع منها لجمعية المغربية الطبية للتضامن وسبع تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن هذه الأخيرة خصصت أيضا صيدلية لتقديم الدواء مجانا للساكنة المستفيدة من الحملة حملة جرادا تأتي ضمن سلسلة الحملات الطبية للقرب التي تستهدف الساكنة المعوزة بمختلف الأقاليم عدد المستفيدين منها منذ عام 2003 تجاوز مليون ومئتي ألف شخص تبرع بكبده إلى والدته التي كانت تعاني من تلف كبدي في مراحل متقدمة تدخل جراحي دقيق جدا معقد جدا كان بالأمس يجرى خارج المغرب وبكلفة باهدة اليوم المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط ينجح في زراعة الكبد من متبرع حي في سابقة طبية ببلادنا محمد القند بنجاح أجر المعهد الوطني للأنكولوجيا سيد محمد بن عبد الله بالرباط أولى عملية زرع كبد من متبرع حي لصالح والدته التي كانت تعاني من تلف كبدي في مرحلة متأخرة وهي جرعة أمل كبيرة لتطوير نقل وزرعة الأعضاء ببلادنا التدخل الجراحي وتمرت شهور طويلة من التحضير بمساعدة فريق طبي فرنسي من مستشفى بول بروز تم خلالها إجراء فحوصات منتظمة وتقارير صحية وحسابية وتنظيم اجتماعات بين مختلف المتخصصين العملية التي جرينا مؤخرا هي خطوة أولى في إطار واحد البرنامج هي ليست عملية أحدة ولكن هي بداية العمليات إن شاء الله التي تكون جرعة أمل للمرضى التي يعانون من هذا الخلل الكبيدي النهائي يعني للناس اللي عادة يمشوا الخارج باش يديروا مثل هذه العمليات وما يصاحب ذلك من متاعب مالية وصحية يكشف هذا العمل المتميز التقدم العلمي المسجل في مجال التب بالمغرب وخاصة في مجال تقنية الجراحة بعد تزايد عمليات نقل الأعضاء وزرعها في المستشفيات المغربية وضيفنا البروفيسور أمين بن قبو أستاذ في جراحة الكبد بالمعهد الوطنية للأنكولوجيا بالرباط أهلا بكم بروفيسور أهلا وسهلا بروفيسور إذن نقل نوعية في عمليات زراعة الأعضاء عملية زرع للكبد من متبرع حي شاب لوالدته أين تتجلى أهمية هذه السابقة التي أنجزت في المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط بتعاون مع مستشفى فرنسي شكرا على الاستضافة هذه العملية هي عملية معقدة وهي مش غير عملية هي عبارة عن تحدي المؤسسة صحية كلها حيث يشاركوا في هذه العملية كثير من الجراحة الأطباء الممريدين التقنيين والإدارة وخاص واحد تنصيق كبير بين جوج العمليات مدامنين بجوج تيكونوا في نفس الوقت العملية للإنسان الذي ستبرعه هو حي جزء من الكابيدي له والإنسان الذي ستلقى هذه العملية إذن هما تدخلان جراحيان دقيقان الأول من المتبرعة ثم التدخل الجراحي الثاني لفائدة الوالدة استمعنا إلى الإبن المتبرع لاردالي لأنه يبدو أنه في وضع جيد الحمد لله ماذا عن الوضع الصحي للوالدة؟ الحمد لله الحمد لله الحالة السريعية دي لها مستقرة في هذه الساعة نتمنى لهذا أن يدخل درها من هنا أسبوع لأسبوعين إن شاء الله هو تدخل جراحي أو كما قلتم بخوفيسور هو تحدي للمنظومة الصحية ككل نجحتم كأطقم طبية في هذا التحدي ماذا يمكن أن نتحدث عن جراحة أو عملية جراحية معقدة بهذا الصيغة بأطقم طبية مغربية خالصة؟ هذا الشيء إن شاء الله سيكون في مستقبل قريب حيث هذا البرنامج اللي إحنا كمعهد وكمركز التشفائي بنوسينا في رباط هذا البرنامج هو برنامج نقل خبرة بين مركز التشفائي بول بوس بفرنسا والمعهد الوطني بالأونكوجيجية وهذا النقل الخبرة ليس نقل خبرة تقنية فقط ولكن نقل خبرة في التنسيق والتمريد وهذه مرحلة أولى إن شاء الله لكي تولي هذه العملية دخلا في العرض الأساسي للمنظومة الصحية دينا إن شاء الله شحل كان دي الأطقم طبية في هذه العملية الجراحية؟ على الأقل في الجراحة كانوا ثمانية دي الجراحة والأطباء دي التخذير والإنعاش والطباء اختصاصيين في الباتولوجيا يعني الطب الكبير والممرضين والممرضات والأطرة التقنية يعني هذا شيء عمل فريق وعمل مؤسسة وليس عمل فرد الأفرد شكرا لكم بروفيسور أمين بن قبو أستهد في جراحة الكبد بالمعهد الوطني للأونكولوجيا شكرا لكم على كل هذه التوضيحات وهنيئا لنا بهذه السابقة الطبية وبهذا الأطقم الطبية المغربية نتابع ضمن النشرة وكما أسلفت الذكرى في العنوين وكالة بيت مال القدس تهتم بالأشخاص في وضعية إعاقة من المقدسيين وتخصص لهم يوما سنويا الوكالة قدمت أيضا الدعم للمجتمع المدني الحاضن لهذه الفئة أروبورتاج من القدس الشريف والتحرير لكي زهرة أي تحد الثاني عشر أبريل بات تاريخا خاصا في ذاكرة الأشخاص في وضعية إعاقة من المقدسيين حدد موعدا سنويا لملتقا يُعنى بهذه الفئة من ذوي الهمم من سكان مدينة القدس بتمويل ورعاية من بيت مال القدس الشريف إعلان إطلاق يوم 12 أبريل هو لذوي الهمم كان شيء جدا مؤثر وحلو وإن شاء الله ربنا يوفقكم ونقدر كل سنة نتعاون مع بعض عملية اتصال والتواصل ما بين المجتمع المحلي والأشخاص مع إعاقة بدعم ورعاية كريمة من بيت مال القدس هذه الخطوة هي خطوة من الخطوات التي جعلتها الوكالة سباقة في العمل مع مختلف شرائح المجتمع المقدسي ومع هذه الفئة التي هي في حاجة إلى دعم وفي حاجة ماسة إلى عمل كبير وعمل دائم الملتقى جزء من برنامج خاص للخدمات الإنسانية والجماعية أطلقته الوكالة منذ بداية رمضان وفي سياقه قدم دعم لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بفئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة استلمنا من وكالة بيت المال القدس الشريف مجموعة من الأدوات المساعدة والأجهزة الطبية الخفيفة للاستعمال أعضاء الجمعية من الأشخاص مع إعاقة أو في وضعات إعاقة نشكر المملكة المغربية والقائم عليها الملك محمد السادس وكانت مؤمسية رائعة جدا جدا تصلية الضوء على ذوي الهمام هذا أمر له أهمية خاصة وله تأثير كبير وله بصمة مميزة في تغيير واقع الحياة في مدينة القدس بدعمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المقدسيين تكون وكالة بيت مال القدس الشريف قد شكلت سلسلة متكاملة حلقاتها لتحسين واقع الحياة في القدس المحتلة إذ ينضاف دعم هذه الفئة إلى الدعم الثقافي والاشماعي والتعليمي والاقتصادي الذي تقدمه الوكالة للمدينة ولأهلها وتتابعون في الشق الثاني من النشرة جدارة في السويرة تتوجه للطلب الجامعيين منح لمن تفوق والتوجيه للجميع في أمسية رمضانية بالعرائش المدينة تفي لأبنائها وتكرم المترجم والسيناريست محمد بن عبود قبل ذلك أعطيت الانطلاق الفعلية لفرسة وفرسة هو برنامج دعم يتوجه أساسا لحامل أفكار المشاريع تقدم لهم فرسة قرد شرف لكل شاب أو شابة حاملة لفكرة مشروع بما يضمن ولوجهم إلى سوق الشغل وبالأرقام نتوقف اللحظة عند هذه المعطيات الخاصة ببرنامج فرسة إذن فرسة يتوجه هذا العام أي سنة 2022 لعشرة آلاف شخص فرسة تتوجه لجميع المقيمين في المغرب والمغارب المقيمين بالخارج وأيضا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية دون أي شروط أي دون الحصول على ديبلومات أو شهادات يشترط أن يكون بارغي العمر ثمان عشرة سنة طبعا كما أشرت دون اشتراط الديبلومات أو شهادات في هذا الباب الغلافة المالية التي خصص لفرسة هذا العام يفوق مليار ومئتين وخمسين مليون درهم وهذا البرنامج أي برنامج فرسة بأربعة محاور أساسية تأتي أولا دراسة الملفات ثم التكوين فالمواكبة الحضانة والتمويل ويمكن لحامل مشاريع أن يسجلوا أنفسهم أو يتقدموا بملفاتهم عبر المنصة الرقمية www.fursa.com لمزيد من التوضيح حول برنامج فرسة تنضم إلينا مباشرة من رباط مديرة برنامج فرسة السيدة سلمة الحريشي أهلا بكي أهلا شكرا على الاستضافة إذن سلمة برنامج فرسة يتوجه لشباب حاملي أفكار مشاريع ما بعد التسجيل في المنصة؟ أنا شاب عندي 18 عام من الناس اللي فيهم هذه الشروط تسجلت في منصة ماذا بعد التسجيل سلمة؟ بعد التسجيل سيتم دراسة الاستمارة ودراسة ملف الشخص كنشوفوا فيه شو جيال الأشياء؟ كنشوفوا فيه كيفية أن هذا المشروع يقدر يتطور في المحيط اللي هو فيه وكذلك نشوفوا العزيمة ديال الشخص وهذا الشي كيكون عن طرف استجواب إذا كان المشروع مكتفي إلا كان واحد الأشياء اللي غير متوفرة كانت تصلوا بحامل المشروع أو حاولة المشروع باش أنهم يعطونا إضافات باش أنهم نقدروا ندرسوا مزيان المشروع دياله بعد دراسة المشروع كيف يمكن للشخص الذي تمت دراسة المشروع دياله أنه يستفد من هذا القرد الشرف الذي يصل إلى عشرة الملايين؟ بالفعل القرد يصل إلى مئة ألف درهم فيه من حاجة لعشرة ألاف درهم وللوصول لهذا القرد يجب أن يبين ويبرهن على عزيمته وعلى قدرته على أنه ينجح المشروع دياله وهناك تكون عندنا كما قلت سابقاً واحد الفترة ديال التكوين اللي غاتكون عن طرف تكوين عن بعد إيلورنينج اللي جمعنا فيه خبراء متعدد الإختصاصات لكي يسهلوا ويبسطوا المفاهيم التي تخول للمقاول أنه يقوم بالمقاولة دياله أنه يقطر المشروع دياله قبل أن يصل إلى مرحلة المواكبة اللي هنا أيضاً يكون معنا اختصاصيون وديكوتش اللي هما واكبوا بثاف ديال الناس من قبل وكاننا نعتمد أيضاً على حاضنات اللي عندهم حتى وما خبرة في المجال وفي الجهات المعنية حتى نصل إلى أن يكون المشروع مؤطر ومفسر لكي نستطيع أن ندرس كيفية إعطائه القرد اللي هو قرد شرف ديال مئة ألف درهم شحالة لمدة لخسر جافة هذا القرد؟ مدة القرد تستطيع أن تصل إلى عشر سنوات مع العلم أنه يتم انتظار سنتين لكي نخول للشخص أنه يقدر يكون عنده متنفس ويقدر أنه يخدم على المشروع دياله لمدة سنتين قبل أن يبلش في استرجاع القرد شكراً لك سلمة الحريشي مديرة برنامج فرصة والأجمل في هذا البرنامج أنه شاب بخ مديرة برنامج فرصة الموجه للشباب شكراً لك سلمة المكتب الوطني للكهرباء سيصرف أكثر من سبعة وأربعين مليار درهمين هذا العام لشراء المحروقات والكهرباء الرقم كشف عنه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم حفظه وكما أسلبت الذكرى في العنوين جدارة في السويرة قافلة تتوجه للطلب الجامعيين المتفوقون منهم سيحصلون على منح تعليمي والتوجيه مفتوح للجميع يونس رفيق في روبرتاج يونس طباح برحاب ثانوية أكنسوسة تأهيلية بصويرة كان اللقاء قافلة جدارة تلتزم بدعم المستحقين للوصول لأبعد مدى شرطة تحقيق النجاح عن جدارة صيبك الحيرة وكتسأل شنو غالين دي شنو كيبانوا لك بزاف دي البلايس مشيهنا مشيهنا فهذا القافلة جدارة عاونتنا باش أننا نحدد واحد المسار عطتنا توجيهات عامة حول المسار الدراسي ما بعد الباكالوريا وكنتمنى أنني نستفج من الملحة التي تقدمها التلاميذ المتفوقين الحاصلين على الباكالوريا في آخر السنة نحن في الصورة محتاجين مثل هذه المبادرات لأننا في حاجة مساء ودائما هذا مجال كنترفع لي أننا في حاجة مساء إلى جامعات وكليات بهذه المدينة النقاش مع المتعلمات والمتعلمين خلقت جسورا لتواصل وفتح أبوابا نحو التفوق رسمت خارطة طريقه بالتوجيه والتحفيز نحن تجاوب جد رائعا مع التلاميذ نحاول أن نصل لهم معلومات على المؤسسة المغربية للطالب والمينح التي تتعرض والعروض التي تقدمهم بشاركة مع المكتب التكوين المهني وكذلك أطر وزارة التربية الوطنية كانت المناسبة لتعرف عن قرب عن المؤسسة والأهداف ديالها وأيضا الخدمات التي تقدمها لفائدات المتعلمات والمتعلمين في بلوارات مشاريعين الشخصية والإنجاز ديالها عبر الجهات الاثنتا عشرة للمملكة تراهن قافلة جدارة على كسب رهان التفوق الدراسي الذي أطلقته منذ السادس من دجنبر الماضي وتواصله إلى غاية العشرين من ماي القادم العرائش تفي لأبنائها وتكرم المترجم والسيناريست محمد بن عبود في أمسية رمضانية بتعمل أدب حضرها صديق بن زينة حين تزرع بدرة القراءة في تراب العرائش فانتظر صيفا بادخا يعرش فيه المبدعون ويقبل فيه الأوفياء ويقرؤون ولعلها غاية من نصب للكتاب خياما وأقام معرضا في أمسي رمضان انتمعت فيه العناوين وكأنها تشوير لطيف يدعوك بكرم لوليمة القراءة صراحة هي متعة للقارئ العرائشي باش يستمتع بهذا المعرض عودة قوية للورشتقة في بمينة العرائش هو كذلك تحت شعار إعادة الاعتبار لقراءة عموما وللكتاب بصفة خاصة أنا جاءت فكرة لتنظيم هذا المعرض الذي نريده أن يكون موعدا سنويا إن شاء الله موعد سنوي انطلقت دورته بتكريس فضيلة الاعتراف حين حملت اسم الكاتب والمترجم والسيناريست الراحل محمد بن عبود وفي ليلة الافتتاح شهادات من شهد الوفاء من أصدقاء المبدع الراحل المترجم الوفي لقيم الإبداع والجمال الأجمل منه هو أن هذه الدورة الأولى تحمل اسم من أحد أعلام الترجمة والأدب المغربي والدينة العرائش السي محمد بن عبود كان أتزه بهذه الأبين وبهذه الأمسية هذه وكذلك بتسمية الفضاء الثقافي بالاسم ديالو هي إذن مدينة العرائش ضالة الكاتب العالمي جون جوني وحضيقة الأديب العرائشي محمد الصباري وركح عبد صمد الكنفاوي تعود مرة أخرى من خلال الاحتفاء بالكتاب وكتابه لتعلن بقاءها ولادة للمبدعين ونذكر بالخبر الأبرز في النشرة خمسة أيام في جرادة حملة طلبية للقربة تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن العمليات الجراحية للمياه الزرقى انطلقت اليوم سيستفيد منها نحو 250 شخصاً كان الخبر الأبرز في النشرة بقية فرجة ممتعة على القناة فانيا غداً ترافقكم زهراء ايتيحال في أمانيلا اشتركوا في القناة